لم يقتصر مع هذه السيدة التي تشتغل في الأمم المتحدة وهي مقررة أممية بل الأمر تعدى إلى ما هو أبعد من ذلك حيث عشرات المنظمات الدولية والإقليمية تطالب السلطة بالوقف الفوري للتجريم الممنهج للنشاط السلمي والصحافة والمعارض حيث دعت نهار اليوم يقصد بالأمس 21 منظمة حقوقية دولية وإقليمية وجزائرية في بيان لها مرفق بالتوقيع الحكومة الجزائرية بالوقف الفوري لكافة ممارسات التجريم الممنهج للنشاط السلمي والصحافة المستقلة والنقابية المستقلة والمعارضة وكذا الإفراج الفوري عن جميع الأفراد المعتقلين بشكل تعسفي كما أعربت هذه المنظمات منها منظمات إفريقية ونقابات عمال أوروبية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمات تدافع عن حرية الصحافة وغيرها من المنظمات الموقعة عن قلقها الشديد من تزايد استخدام السلطات الجزائرية للأسليب القمعية بهدف إسكاة المعارضة السلمية وخمق المجتمع المدني في الذكرى لانطلاق الحركة الاحتجاجية المؤيدة الديمقراطية الحركة وضرب البيان أمثلة عن أحدث مثال على هذه الممارسات القمعية بعدما اعتقلت السلطات الجزائرية في 18-19 فبراير المدافعين حقوق الإنسان زكي حناش وفا الحمدي على التوالي وحاكمت في 20 فبراير على الأخير بالسجن لمدة ثلاث سنوات في الدرجة الأولى بعدما وصل عدد سجناء الرأي إلى رقم قياس جديد بلغ 340 معتقلا من بينهم سبع سيدات معتبره الموقعون دليل واضح على تزايد وتصاعد الممارسات القمعية بحق المشطاء السلميين وبشكل خاص يبدو مثيرا لانقلق انتشار الملاحقات القضائية التعسفية بتهم الإرهاب التي تنطوي على عقوبات شديدة إلى جانب الإجراءات القانونية غير المسبوقة بحق المنظمات المدنية والسياسية وذكر البيان أنه في هذا السياق وفي 28 يناير 2022 بدأ ما لا يقل عن 46 من سجناء الرأي إضرابا عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم التعسفي في المقابل وفيما يبدو أنه عمل انتقامي تعرض خمسة منهم للاعتداء الجسدي بينما نقل 23 على الأقل بشكل تعسفي إلى سجون أخرى وكرد فعل على الحملة القمعية الجديدة والتي تستهدف السلطات الجزائلية بموجه بها صحق أي مساحة مدنية متبقية وتهدد التعددية الحزبية وبقاء جميع مكونات المجتمع المدني أين أعلنت هذه المنظمات ما بين منظمة جزائرية ووروبية وقليمية ودولية التزامها الجماعي بالدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر وشكلت مجموعة عمل مخصصة في 11 فبراير 2022 من جهة أخرى نواب إيطاليون ضد استبداد الجزائر حيث نددوا بالتدهور الحاد في وضعية حقوق الإنسان خلال الفطرة الأخيرة بالجزائر وأعربوا عن إسيائهم من تعنط السلطات الجزائرية في الاستهزاء بالمعايير والموثيق الدولية وفي سؤال برلماني موجه إلى رئاسة مجلس الوزراء الإيطالي ووزير الشؤون الخارجية ندد البرلمانيون بانتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر واستغلال قوانين مكافحة الإرهاب لقمع حرية التعبير وأشار النواب أنفسهم إلى أن استقلال القضاء مهدد أيضا مذكرين بأن 251 شخصا موقفون بشكل غير قانوني بينهم 17 متهمون بالإرهاب والتآمر على الدولة وذلك بسبب تعبيرهم عن آرائهم ضد القمع الحكومي